يعني مبدئياً أنه زيارة بروكسي لعاصمة الاتحاد الأوروبي هي زيارة لكل الاتحاد الأوروبي بشكل عام هناك تنسيق كبير ضمن الاتحاد الأوروبي وستثناء بريطانيا التي خرجت قبل أكثر من عام هذه الزيارة لها بعد مهم سياسي وأيضاً زيارة إيطاليا واللقاء مع رئيس وزراء إيطاليا ثم زيارة البابة وحديث عن بناء مشاريع وتحقيق السلم الأمني ودعم الأقليات والمحافظة على الانسجام في العراق بين الطواف المتعددة والأديان هذا يجعل للعراق قاعدة أساسية لرسالة للعالم الآخر لأن العالم الآخر والشركات الكبرى لن تأتي إلى العراق إلا شعرت هناك تهديد أمني لها لأنه كما نعرف وهذا كما يصفه الاقتصاديون يقولون أن الرئيس المال جبان وبالتالي إذا لم يشعر تشعر هذه الشركات الكبرى الفرنسية تحديداً والبريطانية والألمانية وحتى الإيطاليا لها جوانب أخرى في المشاريع السدود لن تأتي للعراق لذلك تحقيق الأمين وإيصال الرسالة إلى الجانب الأوروبي إلى الشركات الأوروبية بأن العراق أصبح مستعداً تماماً وهناك أرضية لقبول هذه الشركات هذا البعد المهم لهذه الزيارات لربما لا تأتي بنتائج نحن الآن دخلنا بحدود 18 عاماً من 2003 اليوم لم يتحقق شيء على أرض الواقع وكل هذه الأسباب تعود للجانب الأمني فإذا ما تحقق الجانب الأمني وإذا ما تحقق الجانب الاقتصادي السياسي وتحقق قناع للدول الكبرى بأن العراق أصبح مهيئ مؤهد